المقرر أن يجتمع زعماء العالم لمناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الصراع خلال اجتماع في الأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش قبل اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يبدأ الثلاثاء أن فرص التوصل إلى اتفاق سلام ضئيلة في الوقت الحاضر وأضاف جوتيريش أن الخلافات الجيوسياسية أوسع مما كانت عليه منذ الحرب الباردة محذرا من أن تشل تلك الخلافات الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها دول العالم